موسيقى نشطة مفصلة للأخبار نسهلها بالعنوين موسيقى الأسرة في السجون الإسرائيلية يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام قبيل شهر رمضان ردا على طغيان الاحتلال موسيقى بوتن يتهم كيف في ارتكاب جرائم حرب والوفد الروسي المفاوض يؤكد قطع نصف الطريق نحو الاتفاق على حياد أوكرانيا لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب وساحات المعارك السيد حسن نصر الله ينفي نفيا قاطعا ما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء من حزب الله للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا موسيقى الرئيس السوري يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي وحاكم دبي موسيقى أهلا بكم قرر الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي خوض أضراب مفتوح عن الطعام قبل شهر رمضان المبارك ردا على طغيان الاحتلال الأسرى أشاروا إلى أن الاحتلال يتعامل معهم على قاعدة أنه لا ظهير لهم وأكدوا أنهم يراهنون على حجم التآلف العالمي الذي يخلقه شهر رمضان للتضامن معهم ودعوا خلال رسالتهم إلى مواصلة الجهد لتحريك الشعوب والتأثير على المؤسسات الدولية والرأي العام وطالبوا بالتفاعل معهم خلال إضرابهم عن الطعام على مواقع التواصل بوسم أسران لن نخذ لكم وينضم إلينا من غزة الأسير المحرر سعيد بشارات أهلا وسهلا بكم سيد سعيد ما معلوماتكم حول هذا الأضراب المفتوح عن الطعام الذي قرر الأسرى خوضه قبيل شهر رمضان ومن المعطيات التي يستند عليها الأسرى في إعادة الضغط على السجان الإسرائيلي بسم الله الرحمن الرحيم بداية هذا الأضراب يأتي في فترة يعيش فيها الأسرى أوضاع صعبة جدا لا يوجد أي أمل أو أفق لحل مع إدارة سجون العدو في الفترة الحالية الفترة التي يوجد فيها حكومة لا تبالي بما يحدث في السجون ووزير أمن داخلي يزيد من الهجم على الأسرى لإرضاء قاعدته السياسية الآن الأسرى بشكل طبيعي وهذا الحل الذي أمامهم قرروا الخوض إضراب مفتوح عن الطعام لمواجهة هذا السجان الآن ليش بذهبوا لهذه الخطوة لأنه للأسف العالم مشغول الآن في أوكرانيا وهناك استغلال لهذا الظرف أو الحرب الروسية الأوكرانية واستغلال لهذا الظرف ضد الأسرى وضد الأسيرات وضد الأطفال في السجون وتزيد هذه الهجمة في هذه الفترة في ظل غياب أصلا المؤسسة الرسمية الفلسطينية اللي لا حراك لا عندها لا يوجد لها صوت لا يوجد أي خطاب إعلامي حتى خاص بالأسرى ومعضلة هذه الأسرى فيأتي على هذه الأرضية هذه الأرضية اللي قامت عليها فكرة الإضراب ممارسات السجان القمعية ضد الأسرى وهجمتها عليهم بهذه الوحشية في هذه الفترة وزادت كما نعلم بعد هريبة جلبوع وما تبع ذلك من لجان تحقيق هذه اللجان التحقيق أوصت بزيادة الضغط على الأسرى تشديد ظروف اعتقالهم سحب إنجازات من عندهم تخفيف الزيارات الأهالي كل يوم بيطلعوا فيه قار جديد هذه الأرضية أدت إلى هذا القرار أيضا القمع كل يوم فيه قمع في السجون كل يوم فيه اعتداء على الأسرى كل يوم فيه شيء جديد يبتكروا إدارة السجون للتضييق على الأسرى الفلسطينيين كل هذا السلاح الوحيد لدى الأسير هو الإضراب على الطعام في ظل هذا الوضع القاتم للأسف حاليا دولة في الاحتلال هي تخشى من انفجار الوضع في السجون لا شك في ذلك وخاصة في الفترة الحالية التي تعلم أن الأمور أو الفتيل يحتاج بس سعود كبريت ربما يأتي من السجون ربما يأتي من رمضان ربما يأتي من الأقصى ربما يأتي من الضفة الغربية أو أحد الساحات الساخنة التي يخشىها الاحتلال هذه الساحة ساحة السجون أخطر ساحة بعرف الاحتلال في خطورتها ولذلك نعم ولذلك سيد سعيد أسف المقاطعة الأسرى كانت رسالتهم ذكية في مسألة التوقيت ومسألة الساحات التي تحدثت عنها هم يراهنون على التآلف الشعبي الفلسطيني بلا شك والعربي والإسلامي وحتى على الساحات الدولية وذكروا مسألة ضرورة وجود ظهير شعبي لهم خاصة في الظروف التي تحدثت عنها الآن والتي لا تخدم القضية الفلسطينية أقصد أعلميا وعالميا كيف يمكن تسخير كل هذه الظروف كي تكون في صالح الأسرى فعلا لتسليط الضوء عليهم ومساندتهم بقوة هذه المرة نحتاج لتكثيف أكبر من ذي قبل الآن أعتبرها هذه الخطوة الذكية مثل ما ذكرت لأنها تأتي في فاتحة شهر رمضان في ظل تصعيد أصلا في ظل حراك دبلوماسي في المنطقة لعدم التصعيد في ظل لقاءات دبلوماسية لقاءات مع دول عديدة التي تهدئت الوضع خاصة في فلسطين والساحة التي يعتبرها الزر أو الكبس الحمراء التي يمكن أن تفجر الشرق الأوسط بأكمله الآن هذه الخطوة يجب أن تحرك هذه المياه الراكدة وأن تشعل وتلفت انتباه الفلسطينيين أن هناك شيء قد ينفجر هناك وضع لا يحتمل في السجون يجب أن تتحركوا الأقصى عامل فعال في رفع الحالة النضالية الفلسطينية الأسرة أيضا رافعة لتطوير الحالة النضالية الفلسطينية كل الأحداث هذه مجتمعة تدفع إلى الإضراب على الطعام في هذا التوقيت لأنه أكثر توقيت يمكن استغلاله يمكن استغلاله للضغط على العدو الذي حاليا يخشى من أي تصعيد فيه ناس بتشكك أن الاحتلال بخشى لا بخشى لا بخشى الاحتلال وخايف وكل هالحركة اللي بيعملها وكل هالضجيج وكل هالغبرة اللي بيثيرها كلها تتدل على خوفه اليوم هناك معادلة جديدة فرضتها المقاومة عليه سواء المقاومة الفلسطينية سواء المقاومة اللبنانية سواء إيران اللي اليوم بطلت تشتغل من تحت الرادار اليوم كله من فوق الرادار تضرب العدو وهذه الحركة اللي كل يوم على واشنطن رايح جاي قيادة الاحتلال عليها من الخوف آه من الخوف يجب أن يقتنع الشعب الفلسطيني احنا منخوف احنا منرعبهم احنا إذا وقفنا مع الأسرة وقلنا لهم لا الأسرة خط أحمر بعرفوا أن الأسرة خط أحمر وبتنازلوا اليوم لأن الأقصى خايفين ينفجر بكل خذ اللي بدك إياه ادخل داخل البلاد وسوي تيول يعني سفرية هيك وارجع نعم لما أنك أتيت على ذكر المقاومة بلا شك المقاومة تعتبر خاصة الفلسطينية وبلا شك أي نوع من أنواع المقاومة المساندة لفلسطين وإنما وجدت في العالم العربي والإسلامي هي مساند المقاومة الفلسطينية تحديدا هي ظهير أساسي ورأس حربة كما الأسرة أنفسهم كيف يمكن أن تساهم المقاومة حاليا في ضرب اليد على الطاولة لمساندتهم منذ بدايتها يبدو أننا فقدنا الاتصال أو تفضل تفضل نعم تسمعني يبدو أننا فقدنا الاتصال مع السيد سعيد بشارات السيرة المحرر كان معنا من قطاع غزة السيد سعيد يبدو أن الاتصال عاد إليك تفضل حقيقة بحكي أن المقاومة دورها الفعال دورها الرئيسي اليوم المقاومة معادلة كما ذكرنا في ما يحدث في كل المنطقة النقاط التي معها تستخدمها في الضغط على العدو كل المقاومة هم ينظرون الفلسطينيين لحال وليبنانيين لحال وإيران لحال لا هم ينظرون كحلف واحد وهم بشكل حلف مقابلنا لذلك كله يضغط على هذا الاحتلال المقاومة الفلسطينية الآن مطلوبة منها تفعل أدواتها الخاصة فيها التي تقدر تأثر فيها على الاحتلال من أجل مساندة الأسرة وهي قادرة على ذلك يوجد في يدها عدة ملفات ملفات الصهاينة ملفات التهديد بالطرق المعروفة والتي تعرفها المقاومة لذلك يجب أن يعلم الاحتلال أنه في حد في خط أحمر الأسرة خط أحمر الاعتداء عليهم خط أحمر مضايقتهم خط أحمر سحب إنجازاتهم خط أحمر منع زيارتهم خط أحمر هذا الإشي لازم يعرف الاحتلال تقدر المقاومة توصل الرسائل لهذا الاحتلال بالطرق المعروفة اللي بيعرفها الاحتلال وبيخشاها الاحتلال واليوم مثل ما حكينا حكومة نفتالي بنت حكومة غير مستقرة مثلا كابلة شوية طلعوا لبيد ونفتالي بنت بدهم يدينوا بايدن زع الجنس وسابهم ما طلع معهم هاي الحكومة نحن منقدر نلعب فيها منقدر نلعب على تناقضاتها على خلافاتها نعم والتحرك مبكرا لمساندة الأسرة حتى قبل مهمة أشكرك لسير المحرر سعيد بشارات كنت معنا من غزة إلى آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتفاعلات الدولية معها شدد الرئيس الصيني شي جينبينغ على وجوب أن توجه كل من بكين وواشنطن علاقاتهما نحو المسار الصحيح مشيرا إلى أن النزاع ليس من مصلحة أحد وخلال اتصال عبر الفيديو بنظره الأمريكي جو بايدن بشأن الأزمة الدولية في أوكرانيا أكد جينبينغ أن على واشنطن مسؤولية تبذل مزيدا من الجهود لتحقيق السلام العالمي لافتا إلى أن السلام والأمن هما الكنزان الأثمن لدى الأسرة الدولية وحذر بايدن نظيره الصيني من عواقب ستواجهها بكين إذا ساعدت موسكو في حربها على أوكرانيا وينضم إلينا من واشنطن مراسل ميدي محمد كريم محمد قيل أن هذه المكالمة تم وصفها حتى من قبل الإعلام الأمريكي ومن الإدارة في بايدن أنها دامت لساعتين وتشكل نقطة تحول ربما ستمثلها خلال المرحلة اللاحقة بين كل من واشنطن وبكين هل هي كذلك فعلا بلا شك أيهم هذه المكالمة الطويلة يعني ما بين الزعيمين الأمريكي والصيني بلا شك هي تعتبر نقطة تحول ولكنها بدرجة أهم هي تمثل اعترافا أمريكيا بالدور الصين الهام الذي يمكن لها أن تلعبه في الأزمة الأوكرانية الراهنة هذا أولا الأمر الآخر كان الجميع هنا في واشنطن يراهن على أن تكون هذه المكالمة نقطة تحول في طبيعة الأزمة الأوكرانية والعمليات العمليات العسكرية الروسية هناك ولكن على ما يبدو فأن الرئيس بايدن لم يحصل على أي ضمانات من نظيره الصيني حول أن تقوم الصين ربما بدور ما يتماشى أو يتماء مع الدور الأمريكي زاء الأزمة الروسية الراهنة وهذا واضح من كلام مسؤول في الإدارة الأمريكية قدم إحاطة صحفية عبر الهاتف ذكر فيها أن هذه المكالمة هي جاءت عبارة عن تقييم لدور الصين في هذه الأزمة ورسال أو محاولة الرئيس بايدن رسالة واضحة إلى الرئيس شي بأن هناك عواقب وتداعيات على الصين ستكون حاضرة إذا ما قامت بدعم روسيا سوى كان هذا الدعم عسكري أو مالي أو حتى كان دعما اقتصاديا وبالتالي طبعا هنا نركز ونضع خطان أو خطين تحت كلمة عواقب وتداعيات الإدارة اليوم أيها وهذا أمر لافت تجنبت المتحدث باسم البيت الأبيض جلساكي وكذلك هذا المسؤول عبر الإحقاطة الهاتفية أن يذكر عقوبات على الصين لم تذكر كلمة عقوبات على الصين إذا ما قامت بدعم روسيا في الوقت الراهن وفي ضل هذه الظروف الراهنة وبالتالي الحديث يشير هنا على مسألة عواقب وتداعيات لكن لم يتم الإصطاح عن طبيعة هذه العواقب أو طبيعة هذه التداعيات التي يمكن أن تلحق بالصين إذا ما استمرت بالدعم لروسيا في ضل هذه العمليات الجارية طبعا بطبيعة الحال العلاقة ما بين الصين والولايات المتحدة منذ مجيء إدارة بايدن هي لم تكن على ما يرام لم تختلف كثيرا أيهم عن الإدارة السابقة إدارة الرئيس دولالد ترامب ولكن اليوم ترى الولايات المتحدة من الضرورة بمكان والأهمية بمكان أن يكون لأفطين أو تحاول استمالة الصين إلى مواقفها الدولية ولكن على ما يبدو هناك صعوبة ولا توجد ضمانات حصل عليها الرئيس بايدن من هذه المكالمة ولكن التركيز على نقطة أخرى وجملة مهمة وردت في البيانة الذي صدر عن البيت الأبيض بعد انتهاء هذه المكالمة وهي أن الرئيس بايدن أكد دعمه بشكل كامل لإيجاب حل دبلوماسي للأزماء الراهدة وهنا لربما نقطة تحول إلى حد ما في ظل اللهجة التي تتذكرها كيف كانت لهجة متفاعدة من قبل الإدارة الأمريكية سوى كانت من الرئيس بايدن وحتى من وزير خارجي أو وزير الدفاع كذلك اليوم الرئيس بايدن وفي بيان البيت الأبيض يؤكد بأنه يدعم الحل الدبلوماسي ما بين البلدين طبعا بالتأكيد جارت مناقشات أخرى للمسائل المتعلقة بالعلاقات الاقتصادية المتواينة ما بين البلدين بالإضافة إلى مسألة تايوان ولكن الجزء الأكبر والعظم من هذه المكالمة هي ركزت على الأزمة الأوكرانية نعم أشكرك محمد كريم على كل هذه التفاصيل مراسلنا من واشنطن اتهم الرئيس روسي فلاديمير بوتين أوكرانيا خلال اتصال هاتفية مع نظير الفرنسي مانويل ماكرون بارتكاب جرائم حرب عديدة مؤكدا أن القوات الروسية تبذل قصار جهدها لتجنب سقوط ضحايا مدنيين وخلال الاتصال حدد بوتين النهج الرئيسي لتطوير الاتفاقات المحتملة بدوره عرب ماكرون عن قلقه الشديد حيال الوضع في مدينة ماريوبل داعيا إلى رفع الحصار ووصول المساعدات الإنسانية وكان بوتين قد أكد أن هدف العملية الروسية في أوكرانيا هو أنقاذ الناس من الإبادة الجماعية وفي الذكرى السنوية الثامنة لعودة شب جزيرة القرم وسيفاستيبول إلى روسيا شدد بوتين على أهمية إخراج القرم من الحالة المهينة التي كانت فيها عندما لم تكن جزءا من إن انهاء معاناة الناس في دونباس والإبادة الجماعية هما السبب الرئيسي والدافع العملي والهدف من العمليات العسكرية التي بدأناها في دونباس وأوكرانيا لم تكن لدينا وحدة مثل هذه لفترة طويلة في خضم العملية العسكرية الخاصة ربما نسي كثيرون أن مقدمة الأحداث الدراماتيكية التي تشهدها أوكرانيا اليوم تمثلت في قلب نظام الحكم في كيف في عام 2014 مما دفع سكان القرم آنذاك إلى طلب الانضمام مجددا إلى روسيا عبر استفتاء عام في محاولة لتجنب نقل الحرب الأهلية إلى شبه الجزيرة ثمن ذلك القرار كان باهضا على روسيا التي تعرضت وتتعرض لعقوبات وقيود غير مسبوقة ولشبه الجزيرة نصيب من هذه العقوبات أبرزها قطع مياه نهر إدن يقر عنها على مدى ثماني سنوات عن السكان من شح المياه الذي أثر بشكل سلبي على كل مرافق الحياة اليومية والصناعة والزراعة والسياحة والصرف الصحي وحتى على المناخ أنذاك اضطرت السلطات المركزية والمحلية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية عجلة تمثلت لنقل المياه من إقليم كرسندار إلى شبه الجزيرة عوضا عن ذلك تم حفر مئات الآبار الارتوازية الجديدة واستبدال شبكة أنابيب المياه المنزلية القديمة التي كانت نسبة الضياع فيها تصل إلى 50% لكن كل تلك الإجراءات لم توثر حلا نهائيا للمشكلة كما لم تكلل بالنجاح كل محاولات إقناع كيف بعقود مغرية لاستئناف ضخ المياه الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا هو تحيودها وقطع الطريق على زحف البنى العسكرية الأورو أطلسية إلى أراضيها إلا أن اللافت أيضا أن تكون سيطرة القوات الروسية على محطة كخوفكا الكهرمائية في مقاطعة خرسون وفتح بوابات السدود التي تتحكم بمياه نهر النيبر أحد أول الأهداف التي أنجزتها موسكو تدفقت البياه وسالت كالدباء في العروق لتروي الأرض والطيرة بعد عطش دام ثماني سنوات سلام العبيدي شبال القرم الميادين وزير الخارجية الروسي سرقيل أفروف تهم الولايات المتحدة بسعيها لإعادة العالم إلى نموذج وحدي القطب وقال أن أوروبا توقفت بالكامل تقريبا على الدفاع عن استقلالها أمام الولايات المتحدة وفي مقابلة مع قناة روسيا اليوم أوضح الأفروف أن الغرب يمارس ضغطا غير مسبوق على روسيا ويسعى لتهميشها ووقف تطورها لكنها ستصمد وستتكيف مع الواقع الجديد الدرس الأكبر المستفاد من هذه الفترة التاريخية هو بالذات على عكس ما رأيناه بعد العام 2014 فإذا كان هناك أي وهم بأنه يمكننا يوما ما الاعتماد على شركائنا الغربيين فإن هذا الوهم لم يعد موجودا سيتعين علينا الاعتماد فقط على أنفسنا وعلى حلفائنا الذين سيبقون معنا أعلن فلاديمير ريمدانسكي رئيس الوفد الروسي في المفاوضات مع أوكرانيا أن الوفدين قطعا نصف الطريق بشأن التوصل إلى اتفاق فيما يخص نزع السلاح في أوكرانيا وكالة أنترفاكس الروسية نقلت عن ميدانسكي تأكيده اتفاق الجانبين على حياد أوكرانيا وتخليها عن الانضمام إلى حلف الناتو مشيرا إلى أن فريقي المفاوضات يحاولان الاتفاق على انهاء العمليات العسكرية وينقشان الضمانات الأمنية التي تمنع انضمام كييف إلى الناتو حذر الرئيس الأوكراني فولودمير زيلانسكي من أن روسيا ستدفع ثمنا باهظا إزاء هجومها على بلاده ودع إلى المقاطعة الأوروبية لموسكو من الضروري لجميع الأوروبيين إغلاق الموانئ لجميع السفن الروسية حتى تتبع جميع السفن التجارية الروسية السفينة الحربية الروسية من الضروري أن تغادر جميع الشركات الغربية السوق الروسية وأن لا تغطي بالعلاقات العامة الرخيصة تعطشها للربح رغم الدماء وجرائم الحرب على سبيل المثال شركة نسلي وأوشان وقدمت روسيا للدول العضاء في مجلس الأمن الدولي وثائق قالت أنها تبرهن عن وجود تعاون في مجال إنتاج الأسلحة البيولوجية بين وزارتين الدفاع الأوكرانية والأمريكية وطلبت التحقيق في تلك المعلومات نزر عبود لم تكن المرة الأولى التي تتحدث فيها روسيا أمام مجلس الأمن الدولي عن عشرات المختبرات الأوكرانية التي تعمل على إنتاج أسلحة بيولوجية محظورة بالتعاون مع البنتاجون وفي هذه المرة عرضت روسيا وثائق تحمل تواقع من مسؤولين أمريكيين تكشف ذلك الاتفاق مع البنتاجون لم يكن مع وزارة الصحة الأوكرانية بل مع وزارة الدفاع والوثيقة التي وزعناها عليكم اليوم تتحدث عن ذلك بوضوح وأتمنى التماعون بها ملياً وحتى قبل التماعون بتلك الوثائق أو الرد على محتواها رفضت الدول الغربية التعاطي معها أو مجرد الرد على أسئلة وجهتها روسيا حول صحة تلك التواقع التي تذيلها وردت باتهام روسيا بالتمهيد لهجمات كيميائية في الحقيقة روسيا هي التي احتفظت لوقت طويل ببرنامج أسلحة بيولوجية في مخالفة للقانون الدولي وروسيا هي التي لديها سجل موثق باستخدام السلاح الكيميائي الصين استهجنت هذا التجاهل لقضية بهذه الأهمية من قبل الدول الغربية يتعين على الأطراف المعنيين التعاطي مع هذه المسألة بمسؤولية روسيا كشفت هذه الوثائق ذات الصلة ويجب على الأطراف المعنيين الرد على الأسئلة الروسية في وقت محدد من أجل تبديد مخاوف المجتمع الدولي ولا تجوز المعايير المزدوجة في هذا المجال لم تكتفي الدول الغربية برفض الاتهامات الروسية بل إن نائب المندوب الروسي منع من التغريد على تويتر بداية أنه ينشر معلومات مضللة كما أن الولايات المتحدة طردت قبل ذلك 12 دولماسيا روسيا بحجة أنهم يتجسسون لكن روسيا مصممة على متابعة هذه القضية إلى النهاية نزار عبود الأمم المتحدة نيويورك الميادين لماذا يقدم بعض دول النيتو على منح أوكرانيا أسلحة سوفيتية الأسباب متعددة في هذا العرض لفاطمة قاسم أهلا بكم إلى جانب الأسلحة الغربية الفتاكة التي جرى تحشيدها إلى أوكرانيا منذ أشهر منحتها بعض دول النيتو أسلحة سوفيتية أيضا هناك أسباب متعددة لتبرير هذه الخطوة أولها عدم وجود متسع من الوقت أمام الأوكرانيين لتدرب على استخدام الأسلحة الغربية وكانوا بحاجة إلى استعمال الأسلحة ضد الروس سريعا كذلك رغبت دول النيتو من الأوروبيين الشرقيين الذين كانوا في المنظومة الاشتراكية التي كانت تدور في فلك الاتحاد السوفيتي في التخلص من هذه الأسلحة السوفيتي القديمة والحصول على بديل من الأسلحة الغربية بولندا كانت قد أعربت عن استعدادها لنقل كل طائراتها من طراز ميك 29 فورا ومجانا إلى أوكرانيا وبدورها سلوفاكيا قالت أنها مستعدة لتزويد أوكرانيا بأنظمة الدفاع الجوي من طراز 300 روسية الصناع ولكن بشرط الحصول على بديل منها لتجنب تقويد أمن حل في شمال الأطلسي أما ألمانيا فقد قررت زيادة شحناتها من الأسلحة إلى أوكرانيا عبر تسليمها 2700 صاروخ إضافي من نوع ستريلا المضادة للطائرات والسوفيتية الصناع بينما منظمات إيجلا المحمولة للدفاع الجوي فقد قالت وزارة الدفاع الروسية أنها تحاول معرفة من هي دول شرقي أوروبا التي زودت كيف بها وإيجلا صاروخ أرض جو يحمل على الكتف طوره الاتحاد السوفيتي السابق في السبعينيات ودائما كان الأوروبيون والنيتو على نحو العام يحاذرون من وصول تقنيات عن أسلحتهم إلى الروس وفي أوكرانيا احتمالات ذلك كبيرة جدا أما السبب الأهم فهو حرص الدول هذه على إيصال هذه الأسلحة السوفيتية إلى المجموعات المسلحة المتشددة في المقابل يحصل استخدام الأسلحة الغربية الفتاكة بوحدات الجيش الأوكراني التي تتعامل دول النيتو معها وتثق بها فيما تخشى من وصول هذه الأسلحة الفتاكة إلى تلك المجموعات وخاصة صواريخ ستينجر المضادة للطائرات والمحمولة على الكتف وهي من أسلحة الدفاع الجوية التي تحظى بشهرة واسعة ولسيما في منطقة الشرق الأوسط وتمثل تهديدا لطائرات الحربية وطائرات الهليكوبتر إضافة إلى صواريخ جافلين سويدية مشتركة ضد الدروع وبانزر فاوست ثلاثة الألمانية المضادة للدروع الخفيفة والثقيلة نفل أمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله ما ورد في وسائل إعلام عربية عن وجود مقاتلين للحزب في أوكرانيا وفي كلمته خلال لقاء داخلي قال سيد نصر الله أنها أكاذيب يراد من خلالها بناء حملة إعلامية طويلة ضد الحزب أنا اليوم أمفي بشكل قاطع قال عادة أننا نزل بيانات بس كوننا نخطب اليوم أمفي بشكل قاطع شيئا من هذا القبيل لأنه ما في شيء هذه أكاذيب ليس لها أي أساس من الصحة لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب وساحات المعارك وسنسمع في الأيام القليلة المقبلة فضائيات عربية ومواقع تواصل ووسائل إعلام ويعمل عليها نغمة طويلة عريضة وتدخل حزب الله في الحرب في أوكرانيا على كل من ضل نطلع بيانات نفي ولكن اليوم أود في هذا العمر أن أؤكد أنه هذا ليس له أي أساس من الصحة المجرد شائعات ومجرد أكاذيب السيد نصر الله داع إلى ضرورة تشكيل هيئة طوارئ ومتابعة تداعيات الحرب في أوكرانيا مؤكدا أن حاجيات أساسية باتت مهددة بخطر الفقدان بسبب الحرب اليوم يجب أن نطالب الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية بأنه نعم هي لازم تعمل هيئة طوارئ لأنه نبين تداعيات الحرب وصلت إلى لبنان وإلى المنطقة خصوصا فيما يتعلق بالحاجيات الأساسية بالبلد إنعكاسها على موضوع المشتقات النفطية موضوع الأمح موضوع الخبز موضوع الزيت موضوع المواد غذائية أخرى هذا يطلب أنه نعم الحكومة اللبنانية الدولة اللبنانية تعمل لجنة تعمل دراسة تعمل جلسة تشكل هيئة طوارئ مثل ما يعملوا اليوم بكل أنحاء العالم اليوم دول كبرى بالعالم وما عندها مشاكلنا ولا عندها أزماتنا شكلت لجنة طوارئ لحتى تابع التداعيات وتحتاط للتداعيات خصوصا على المستوى الغذائي الدولة لبنانية معنية بهذا الموضوع فاصل ونعود أهلا بكم جديد أكد عضو المجلس السياسي الأعلى في حكومة صنع محمد علي الحوثي أن الحل في اليمن قريب لو وجدت المصداقية وتوجه الحوثي في تغريدة عبر تويتر لدول العدوان بالقول قليل من الحياة الحل قريب جدا لو وجدت الإرادة والمصداقية في قرار تحالف دول العدوان وحلفائه للسلام وأكد أن المشاورات تعقدوا كمقدمة للحوار المفضي إلى حلول مشيرا إلى أن المشاورات تعقدوا للتعرف على ما يريده كل طرف ولا تعقدوا بعد حوارات استكشافية امتدت لسنوات بلا فائدة وأكد وزير الإعلام في حكومة صنعاء ضيف الله الشامي أن المتورطين في الحرب على اليمن يحاولون الخروج من تبعات ذلك عبر دعوات الحوار وفي تغريدة على تويتر قال الشامين الأنظمة والحكومات المتورطة في سفك دماء اليمنيين تحاول بعد سبع سنوات من العدوان الخروج من تبعات الحرب كالشعرة من العجين وجاء قيد قوة القدس في حرس الثورة الإيرانية إسماعيل قآني كتابة عزية للقائد العام لكتاب القسام محمد الضيف بوفاة والده وفي رسالته قال قآني للضيف أن والده الحاج دياب المصري غارس بذرة المقاومة والجهاد في نفوس أبنائه وأحفاده فأينعت انتصارات غير مسبوقة وأضاف أن العمل الصالح والجهاد العظيم على طريق تحرير القدس والدفاع عن المقدسات سيبقى صدقة جارية تضاف إلى ميزان حسناته ونقل قآني للضيف حر تعازي القيادة والشعب الإيرانيين إلى قيادة المقاومة في حماس وعائلة الفقيد ناقش وزير الأمن الإسرائيلي بني جانس مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن تفاصيل الاتفاق النووي المتبلور وموقف إسرائيل من مكوناته وفق وسائل إعلام إسرائيلية جانس أبلغ أوستن أنه من الأهمية بمكان في الوقت الحالي تكثيف التنسيق والتعاون مع واشنطن والدول الأخرى في المنطقة لمواجهة ما وصفه بالعدوانية الإيرانية أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي رفض التطبيع وشدد في كلمة له على إفشال المشروع الإسرائيلي ولأن الأعداء يعرفون أهمية وخطورة هذا الشعب لذلك هم لم يتركوا ولا فرصة واحدة إلا وحاولوا أن يدمروه حاجة العراق إلى مشروع يحافظ فيه على سيادته وكرامته ويحافظ فيه على هويته وثقافته ونجدد مواقفنا الثابتة موقفنا في رفض التطبيع وإفشال المشروع الإسرائيلي في العراق وموقفنا الداعم لأحقية القضية الفلسطينية زار الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات العربية المتحدة مع وفد مرافق ضم وزير الخارجية فيصل المقداد ومسؤولين آخرين الأسد التقى كل من حاكم دبي محمد بن راشد نائب رئيس مجلس الوزراء وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد وتناول الجانبان العلاقات بين البلدين وفاق التعاون الثنائي على الصعيد الاقتصادي والاستثماري والتجاري وأكد الجانبان همية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية والدعم السياسي والإنساني لسوريا وشعبها وعرب الجانب الإماراتي عن تمنياته أن يعمس الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في سوريا وعموم المنطقة تستعد مجموعة جديدة من اللاجئين العراقيين لمغادرة مخيم الهول شمال شرق سوريا والعودة إلى العراق وسط إجراءات أمنية مشددة وعلمت الميادين من مصادر موثوقة أن الجانب العراقي أفد لجنة إلى مخيم الهول لتسجيل العوائل والأشخاص الراغبين بمغادرة المخيم لتنظيم أسمائهم ضمن جداول تمهيدا لنقلهم إلى داخل الأراضي العراقية وأكدت المصادر أن لاجئين عراقيين كثيرين أبدوا رغبتهم بالعودة إلى بلادهم ولفتت المصادر لأن وسائل أعلام مقربة من قسد نقلت عن مصادر أمنية معلومات عن مخطط لتنظيم داعش يستهدف مخيم الهول أربع سنوات مرت على عملية غصن الزيتون سيطرت خلالها تركيا والمسلحون المدعومون منها على عفرين وخلفت العملية تهجير عشرات الآلاف من السكان وتوطين عشرات الآلاف من خارج المنطقة فضلا عن فرض سياسة تتريك على مستوى التعليم والإدارة محمد الخضر قوافل النزوح الأخير عن عفرين قبل أربع سنوات عشرات الآلاف حملوا معهم ما خف وزنه وغلى ثمنه على أمل عودة قريبة صار عمرها سنوات أربعة اختلطت المشاعر بين الخوف والقلق والبحث عن مأوى هربا من آلة الحرب التركية ما بدأت أنقرة تحت عنوان إبعاد الوحدات الكردية عن حدودها تحول إلى تتريك الممنهج لكل تفاصيل الحياة في عفرين بدأت بإنجازه من سلسلة من الجرائم كان أولها مقتل ما يزيد عن 300 مدني من المواطنين وتشريد ما يزيد عن 150 ألف مواطن من المواطنين السوريين المقيمين في عفرين وتتالت الأحداث لتتكشف حقيقة ما يجري في عفرين من أنها جزء من المخطط الأردوغاني في المنطقة الهادف إلى سلخ هذه المنطقة سيطرت تركيا على نحو 2000 كم مربعة من مساحة منطقة عفرين أشرفت ولاياتها الجنوبية على إنشاء سبعة مجالس محلية وشجعت على تعليم التركية وربطت الاقتصاد والزراعة والتجارة بمثيلاتها التركية لا تغيب تلك الخطوات عن أعين دمشق المثقلة بملفات متعددة كل محاولات التطريق الذي يقوم بها هذا الوالي العثماني أردوغان ومحاولة التغيير الديمقرافي الذي لم يعود يخفى على أحد لكن بكل تأكيد ستبق بالفشال وبكل تأكيد عفرين مهما نهبت ومهما دمرت ومهما سرقت آثارها ومهما لن يستطيع أحد أن يمحي التاريخ أهالي عفرين وجذور أهالي عفرين منظمات حقوقية سورية وضعت قائمة من الانتهاكات في عفرين شملت إحراق مئات الدنومات وقطع آلاف أشجار الزيتون وفرض إتوات مالية على المدنيين وتدمير مزارات ومراقض دينية ربما هي الأولويات السورية التي تقدم ملفا على آخر ضمن ملفات الحرب والمعيشة ومواجهة الحصار لكنها في كل الأحوال لم تغفل في الخطاب الرسمي والوجدان الشعبي استعادة كل شبر من الأراضي السورية بغض النظر عما تواجهه دمشق محمد الخضر دمشق الميادين قرار النائب العام للسنافي في جبل لبنان القضية غاد عون توقيف شقيق حاكم مصر في لبنان رجى سلام يفتح الباب أمام مواجهة قضائية مصرفية وتخوف من انعكاسها على سعر صرف الدولار تقرير فرح عمر شقيق حاكم مصر في لبنان رجى سلام موقف بتهمة طبيض الأموال والإثراء غير المشروع على حساب خزينة مصر في لبنان مناء على دعوة مقدمة من الدائرة القانونية لرواد العدالة قرار توقيف رجى سلامي أثار غضب بعض السياسيين وأبرزها مجاء على لسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي قال إن مسار الأمور لدى بعض القضاة يدفع باتجاه افتعال توترات لا تحمد عقباها أخذ القرار بدعوة مجلس وزراء غدا الساعة عشر صباحا باجتماع استثنائي لمجلس وزراء في السراع الكبير لبحث هذا الموضوع بالزيد خبر توقيف رجى سلامي يأتي بعد إصدار مذكرة الأحضار بحق شقيقه الحاكم رياض سلامي ما زاد من حدة الهجمات التي تتعرض لها القاضي عون بشأن قانون كتي قراراتها من واجب النيابة العامة المالية عندما يردها إخبار أو شكوى أن تلاحق وتستقصي الحقائق وتتوسع بالمعلومات حتى إذا تبين لها أن الشكوى جدية وأن هناك عناصر اجتباه يكون من واجبها الإدعاء وتحريك الدعوة العامة مع إعلان خبر توقيف سلامي سرع سعر صرف الدولار إلى الارتفاع بشكل طفيف متزامنا مع التوتر بين المصارف والقضاء إذا أقرر القاضي عون بمنع عدد من رؤساء المصارف من السفر والحجز على ممتلكاتهم ما شكل تخوفا من أن تضيح هذه المواجهة القضائية المصرفية بسعر صرف الدولار هناك اتفاق بين الحكومة وبين هذا الشخص على أن الفترة التي تسبق الانتخابات نريدها فترة سلم أهلي وخصوصا بموضوع الدولار واستقرار سعر صرفه فتوقيف أخوه اليوم أنا لا أعتقد أنه هذا سفعلا يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة في سعر الصرف ومع الحديث عن سعر الصرف من المتوقع أن يشهد نهار الاثنين المقبل أحداثا حافلة قد تؤدي إلى التلاعب بسعر صرف الدولار بعد تحديد جلسة الاستماع إلى الحاكم المركزي وإضراب القطاع المصرفي مع تمسك القضية غادعون بملأحقة حاكم مصرف لبنان رياض سليم وشقيقه والحديث عن تصعيد المصارف من جراء الإجراءات الأخيرة المتخذة ضدها تتجه الأنظار نحو سعر صرف الدولار الذي يبقى رهن أي حدث قد يطرأ على الساحة اللبنانية برغم جميع التطمينات بشأن تثبيته فرح عمر، بيروت، الميادين قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن بلاده لن تفرط في حقها حيال جرائم الاستعمار الفرنسي كلام تبون جاء خلال رسالة للشعب الجزائري بمناسبة الذكرى الستين لاتفاق وقف إطلاق النار بين فرنسا والجزائر وأكد مواصلة الجزائريين دون هوادة مساعيهم لاسترجاع يرشي فيهم الوطني وكشف مصير المفقودين نزع البدلة العسكرية وانتهج الدبلوماسية انتصر المفاوض الجزائري على الاستعمار وانتزع اعترافاً فرنسياً رصبياً بجيش التحريري حركة تحريرين وطرفاً مفاوضاً على استقلال بلاده فتوجدت مفاوضات ويفيان بإعلان النصر واستقلال الجزائر 19 مارس 62 هو انتصار بانتياز لإرادة التحرر على إرادة الهيمانة هو انتصار للصبر المفاوض الجزائري ولتمسكه حتى لا يساوم في المبادئ التي أعلنت في الفتح نوفم 54 المفاوض الجزائري بعبقرية وحنكة ودهاء سياسي استطاع أن يفرض شرطه على الطرف الآخر رغم أنه يفتقر للتكوين السياسي والديبلوماسي وركز على قضايا تبدو لنا اليوم بعد 60 سنة هي مربط الفرس في العلاقات الدولية الوحدة الترابية وحدة الشعب التمثيل الرسمي للشعب وأيضاً الحدود الثابتة تكتسل احتفالات بالذكرى الستين للمصري طابعاً خاصاً في الجزائري المقبلة على مواعيد دبلوماسية مهمة هي بمثابة امتحان أساسي للديبلوماسية الجزائرية نحن في مرحلة جديدة مرحلة إحياء تاريخنا المجيد إحياء تضحيات الأجيال لسبقتنا انتركوا البذلة العسكرية وأخذوا البذلة الدبلوماسية وهذه رسالة كذلك لابد أن نستفيد منها هي أنه لا شيء مستحيل يعني نحن لنا تاريخ عظيم وشعب عظيم ونستطيع أن نحقق المستحيلات وبالنسبة للحاضر وما سيأتي أنا أؤكد لكم أن كل ما سنقوم به هو وفاءاً لرسالة الشهداء إنجازات تاريخية خالدة في الجزائر حققتها تلة من مشاهدين شباب امتلكوا روح المقاومة التي فرضت لغتها على المستعمرة في ذكرى الستين لعيد النصري تتمسك الجزائر بمكاسب الثورة وتشيد بعبقرية المفاوض الجزائري الذي أجبر فرنسا الاستعمارية على الجلوس لطاولة المفاوضات وانتزع منها الاستقلال رهان ما زالت تقارعه تحديات اقتصادية وديبلوماسية واعدة سوفير مراكش العاصمة الجزائرية المايدين منذ عقود تدفع الولايات المتحدة بمعارضين محليين لمواجهة رؤساء وأحزاب وقوى وطنية تعارضها باسم الديمقراطية والحرية والتحرر لكن هذه النماذج قل ما تحظى بدعم شعبي وشرعية قانونية ودستورية تمكنها من أحداث تغييرا سياسيا حقيقيا في بلادها لأسباب مختلفة لعل أحد أبرز هذه النماذج أخيرا هو الفينزويلي خواني جويدو تقرير ملاء خالد أنا متأكد من أن الشركات التي سترحل اليوم من روسيا بسبب ديكتاتور لن تستبدل ديكتاتورا بآخر رفع العقوبات يجب أن يكون مشروطا بالتوصل إلى اتفاق وخطوات لا رجوع عنها لتحقيق الديمقراطية في فنزويلا هذا الكلام أطلقه المعارض الفينزويلي خواني جويدو ومن قلب كاركاس جويدو الذي كان يوم برلمانيا معارضا قبل أن يظن أن دعم دول خارجية على رأسها أمريكا سيجعله رئيسا لفنزويلا هذا ما لم يحدث في حالته كما لم يحدث في الكثير من الحالات المعارضة التي ظنت أن الدعم المادي والإعلامي والمعنوي الخارجي سيوصلها إلى السلطة متجاوزة صناديق الاختراع أو سيعطيها شرعية أهم من الشرعية الشعبية والقانونية في بلادها جويدو ليس نموذجا تاريخيا فريدا بل لعله القاعدة انستعرضنا النماذج المعارضة الفاشلة في دول واجهت الولايات المتحدة وحلفائها من سوريا إلى إيران إلى روسيا إلى البرازيل وغيرها ندرا ما نجحت هذه النماذج المعارضة في إحداث تغييرات سياسية استفادت منها الدول المعنية بغير النار والحديد أو الفوضى نموذج الانقلاب العسكري الذي جاء بأوغست في نشيف تشيلي حاضر في البالي لدمويته وما اتفق الأمريكيون والأطلسيون على وصفه بثوار ليبيا نموذج آخر لا يقل دموية وخرابا عنه حتى في الغرب بدأ السلط يرتفع ضد سياسة دعم هذه النماذج مجلة فارين أفيرز الأمريكية تحدثت عن الحقائق التاريخية الصعبة التي تستدعي الحذر حين يتعلق الأمر بدعم المتمردين ولسيما مع تزايد الحديث عن دعم أوكرانيا بالسلاح أخيرا المجلة ذكرت بعشرات حركات التمرد التي دعمتها واشنطن من فيتنام إلى سوريا وأفغانستان حيث جاءت نتيجة الدعم مكاسب سياسية قليلة مقررة بالتكاليف الباهظة والعواقب الخطيرة ولعل من أبرز العواقب ليس فقط تخلي الإدارات الأمريكية عن حلفائها بل أيضا وربما أساسا خسارت هذه الإدارات أمام من تحرد وتتآمر عليهم بفعل صمودهم ومقاومتهم واستنادهم إلى جماهير وشعوب أمثلة فنزولا وإيران وسوريا راهنة وبقوة تذكير بعناوين النشرة الأسرة في السجون الإسرائيلية يعلنون إضرابا مفتوحا عن الطعام قبيل شهر رمضان ردا على طغيان الاحتلال بوتين يتهم كيف في ارتكاب جرائم حرب والوفد الروسي المفاوض يؤكد قطع نصف الطريق نحو الاتفاق على حياد أوكرانيا لم يذهب أحد من حزب الله لا مقاتل ولا خبير إلى هذه الساحة من ساحات الحروب وساحات المعارك السيد حسن نصر الله ينفي نفيا قاطع عما تردد عن إرسال مقاتلين وخبراء من حزب الله للقتال إلى جانب روسيا في أوكرانيا ردا على دعوة مجلس التعاون الخليجي إلى الحوار اليمني محمد علي الحوثي يقول الحل قريب جدا لو وجدت الإرادة لدى دول العدوان للسلام الرئيس السوري يزور الإمارات ويلتقي ولي عهد أبو ظبي وحاكم دبي باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية الميادين دوت نت موقعنا على الإنترنت موجزون أخباري على رأس الساعة اشتركوا في القناة